اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله مشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني فقه وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين واسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن في هذا البرنامج طبعا نحاول نقدم لكم المعلومة الطبية بطريقة سهلة وبسيطة جدا مع الدكتورة ندى الملة صبحك الله بالخير دكتورة صبحكم الله بالنور والسرور وصباح الخير في اليوم يوم الأربعة إن شاء الله باجي من الزمن يوم فقط للخميس الونيس غدا واليوم يوم خامس يوم رمضان ما شاء الله رمضان يطير محمود ما تمنى شي والله حركات شواب أول لما يقول رمضان يطير رمضان خلص باقي وايد باقي وايد على رمضان تاونة ما دخلنا العشرة لا واحد يوم يخلص رمضان من الحسود محمود فقال يطير يقول هي ما شاء الله زين هي ما باقي وايد يقول لي قل ما شاء الله زين زين ما أدري شو يخص بس قولي سؤال المسابقة يلا أشيب يذكرك برقام التواصل معنا الاتصال على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسالة نصية على 4-0-0-6 وموجودين لايف على كاونت نوردبي على الإنستجرام والسؤال مسابقتنا رمضانية لليوم ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال الجواب الأول تسوس الأسنان الجواب الثاني نزيف اللثة أم الجواب الثالث الصبغات على أسطح الأسنان رسلنا رقم الإجابة الصحيحة على 4-0-6 فقط مع اسمائكم الثلاثية لا ترشون على الإنستجرام ما نسحب إرقام الإجابات من الإنستجرام ليش؟ أنا عندي عادي أنت تقول لا لا ولأن في عندنا مسابقات ثانية على حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تتعرفون على هذه المسابقات عن طريق زيارة حساباتنا اللي هي DHA أندرسكور دبي DHA أندرسكور دبي في الإنستجرام تويتر والسناب شات وأنا حاول ما الصبح أدخل على السناب شات ما للهيئة ما قدرت لكن إن شاء الله إن شاء الله تضبط معنا عموما دكتور شو الرقادوية والله أنا أنا صراحة محمود في رمضان وخارج رمضان دياية كلها نام من وقت ما أثر كيف ما تسترين أنت الطرشين مسجات في الليل ساعة ما دل كم ساعة 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 أوكي يعني يبين تر على الواتساب أحاول أتراقب الواتساب مالي ما أراقب الواتساب مالي بس الطرشين يبين ما تم طرش يبين بس لأنا ما أثر يعني أنا أنا أبدا لا أستحمل السهر دائما أنا أبدري في رمضان وخارج رمضان قلنا محمود ليش تسأني عن النوم نزيل يقول لك قلة النوم تزيد احتمال من احتمال الوفاة المبكرة هيا الستريح أمر طويل يقول لك أكد طباء أمريكيون أن قلة النوم تزيد من احتمال الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة كالسكتة الدماغية عند مرضى القلب وخلال المؤتمر الأخير لجمعية امراض القلب في الولايات المتحدة أكد الأطباء بأنهم ينصحون مرضى القلب والسكر بالنوم لست ساعات في اليوم الأول على الأقل فقلة النوم تزيد من احتمال إصاباتهم بالسكتات الدماغية بمقدار مرتين مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين ينامون أكثر من ست ساعات في اليوم وأكدوا أنهم توصلوا لتلك الاستنتاجات بعد دراسات تجروها على مدى 16 عام شملت 1344 شخصا بالغا بديتي بديت عبت في الاستوديو انزيل شملت 1344 شخص بالغ تتراوح أعمالهم بين 42 و49 حيث كان قرابة 39 منهم عرضة لخطر الموت المبكر كونهم يعانون من ارتفاع معدلات السكر والضغط وزيادة الوزن ومع انتهاء مدة الدراسة لوحظة أن 22% من هؤلاء الأشخاص توفوا حيث تضح بعد مراجعة سجلاتهم الطبية أنهم يعانون من الأرق وينامون لأقل من 6 ساعات في اليوم كما لوحظ أنهم كانوا أكثر عرضة بمرتين من باقي الأمراض للإصابة بالسكتة الدماغية وأشاروا معدوء الدراسة إلى أنهم لاحظوا في السنوات الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يولون معظم الوقت للعمل والاهتمام بالشؤون المنزلية والعائلية الأمر الذي قلل من معدلات نومهم ورفع من نسبة إصابتهم بأمراض القلب والشرايين أنت كم ساعة تنام محمود وليت الحين في رمضان والله تبغين الصدق أرقد عقب صلاة الفير وتي الدوام الصبح وانش الساعة سبع وربع وهي الدوام يعني ثلاث ساعات تنام أو ساعتين تقريبا بس أطلع عقب الدوام أرقد ترقد كم ساعة بعد الدوام بعد تقريبا ثلاث ساعات يعني توقع لي ست ساعات تاخذ هذا بس في رمضان هو غلط أنا أدري أنه غلط بس الوضع ما دام قلت إذا عرفت أنه غلط خلاص ما بأقول لك شي بس بعلق على الدراسة علقي يلا انزين طبعا الدراسة تتكلم عن أهمية النوم عن مرضى القلب بس إحنا دائما دائما لاحظوا لما نتكلم عن أي نظام صحي دائما نقول أخذ ساعات كافية من النوم ليش خلال النوم شو اللي يستوي الجسم يبدأ يجدد نفسه الخلاياة يبدأ تتجدد هرمونات وإنزيمات معينة تفرس خلال الليل فإثنا في الأطفال هرمون النمو يفرس خلال الليل إحنا الكبار فيه هرمونات وإنزيمات معينة وعمليات معينة تتم خلال الليل فالنوم جدا جدا مهم في رمضان وخارج رمضان لازم نحافظ على النوم على أقل ست ساعات خلال الليل ترى النوم الليل أمهاتنا شو كان يقولون نوم الليل لا يعوضه نوم النهار يعني حتى لو تنام في النهار ساعتين أو ثلاث ساعات تحس ما تخذ كفايتك من النوم مثل نوم الليل لأنه حتى الإنزيمات والهرمونات المفروض تشتغل خلال الليل ترى ما تشتغل خلال النهار ومحمود ضروري لما نام خلال الليل ترى لازم تكون الغرفة معتمة يعني في ناس ناموا إضاءة مفتوحة فالعقل يتوقع أن هذا إلى الآن نهار فعشان شي بعض الناس ما يصحون الصبح يقولك أحس كأني ما رقعت عدل وليش يكون الإضاءة في غرفة النوم قوية لازم يكون إضاءة وايد 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 خفيفة والأفضل يكون مظلم عشان العقل خلاص يروح في ريلاكسش والاسترخاء ويفهم أن الليل ويبدأ يشتغل ويجدد في الجسم جميل دكتورة بس نذكر بسؤال الحلقة اليوم سؤال اليوم وايد سهل شو سؤال يقول ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال رقم واحد تسوس الأسنان رقم اثنين نزيف اللثة أو رقم ثلاثة الصبغات على أسطح الأسنان نبعثونا الإجابة على أربعة صفر صفر ستة بنسحب عنهاية الحلقة وجائزتنا خمسمائة درهم وفي جواز أكبر بعد على السوشال ميديا ديشو السوشال ميديا ما شاء الله يعني التقافة عالية عند الناس كلهم يجاوبون الإجابة الصحيحة في حد يخششهم ما أدري يمكن أنت يمكن ما أدري أنا ما أقول السؤال أنت عندك الجواب يقول دكتورة على موضوع النوم النوم شي يقول النوم سلطان أي والله زين الحين اللي ما يرقد فرمضان شو بيستوي به؟ أنا بقول شو يستوي به يستوي لإرهاق وتعب عيونة السوية حمراء ويعاني من قلة النشاط وما يجب يركز وحتى واحد من أسباب الحوادث فرمضان ترى الصيام ما يسوي حوادث محمود قلة النوم هي اللي تسوي حوادث فرمضان الناس تقول لك الحوادث يزيد عشان الناس صايمة ما لخص الناس صايمة بالعكس ترى الصيام يزيد عقلك حدة يعني يخلي عقلك صافي أكثر للتفكير عكسي ما تكون أنت ماكل فالصيام ما يأثر على القيادة أو على التركيز ولكن قلة النوم فبعد رمضان شو يستوي ترى محمود شو يستوي احنا شهر كاما ما ننام عدل بعد رمضان بعد الناس تقول لك أنه بعدين تعبانا من رمضان ومو تعب الصيام ولكن تعب قلة النوم فيحتاج جسم مدة ليه ما يرجع ويرجع نمط النوم العادي خصوصا ليلة العيد ناس ما تنام أبدا ليل الصبح مواصلين فما ربما مواصل ليلة العيد هذا وناس صبح يكونوا منتهين خلص تعباني خلوا نام يا جماعة حرصوا أنكم تخلصون أموركم فرمضان وتنامون ليلة العيد عشان تصبحون صباح العيد نشيطين ومبتسمين وفيكم طاقة تسلمون وتروحون وتزورون وتاكلون أهم شيء تاكلون والعيد كل أكل منزي دكتورة فرمضان في وايد عادات سيئة نحن نسويها خلوا نقول غير صحية يعني عشان ليلة ما تزعل سيئة طيب نزيل خاصة في موضوع الأكل تكلمنا وايد على هذا الموضوع ولكن شو عن السلوكيات الليل واحد مفروض أنه يتبعها فرمضان أو أنه ممكن يعززها فرمضان أو ممكن أنه يبتدعها فرمضان سلوكيات زينة طبعا أول سلوك صحي ممكن واحد يتبعه فرمضان أنه يتخلص من سلوك سيئ مثلا المداخن يوقف تدخين اللي يشرب قهوة يقلل شرب القهوة في رمضان تنظيم وجباتنا الفرمضان تنظيم الوجبات جدا جدا سهل قهوة يعني قهوة القهوة سواء كان قهوة أجنبية لا تيور أصدقاءه أو القهوة العربية كل أنواع القهوة كل ما فيه كفين فأفضل أفضل طريقة يعني أفضل استغلال للمضان أنك تقدر تنظم أكلك ليش؟ لأن أنت طول النهار مثلا ما نقول ما تخربط في الأكل ما فيه أصن أكل فأنت ملتزم أنه لازم أول شيء رح تاكل رح تكون وجبة فنظم أكلك في رمضان استغل بين الفطور واستحونك نظم أكلك وحنا عندنا ما شاء الله كل يوم أخصائيين تغذية موجودين يعطوكم نصيح عن كيف تنظيم أكلكم فالناس اللي طبعها مثلا الطوف واجبات رئيسية بلا عدد تخربط وايد في الأكل شبس كاكاو عصاير بين الأكل فرمضان هذه فرصة ذهبية أنكم أنتو تنظمون أكلكم تتزمون بالوجبات الرئيسية بالتالي يخف وزنكم ويكون نظامكم صحي أكثر بس بشرط نلتزم فيه خارج رمضان وطبعا شرب الماء يعني محمود ترى الأكل لنا ما لدينا مشكلة وايد كبيرة أحيانا بس الماء الناس تقصر في الماء وايد في المضان فيا جماعة اللي يحس عبرهم ما نقدر يشرب وايد ماي مثل ما تقول دكتور وفا عايش ألف تحية لها لما تقول الحين السياسة شو تقول السياسة الغذاء eat your water يعني الماء مو بس نشربها ولكن عن طريق الطعام يعني خذوا الفواكه والخضروات والشربات الغنية تكون غنية أورادي بالماء فإذا تشرب سواء من أكثر من مصدر لأن الناس تقول لك أنا الماء وايد يلوع تشبدي فما نشد لا تاخدون عصائر خذوا الفاكه مثلا البطيخة البطيخة حين بارد وصيف أنتوا صيام الله يسامحين قد أقول لكم بطيخ بارد في البطيخ مثلا والشمام غني بالماء شربوا شربات وايدة في غنية بالماء الخضروات غنية بالماء الخيار والخس فعوضوا الماء من أكثر من مصدر عشان ما يسوي عندنا جفاف في رمضان ويكون بالتالي الصداع والإجهاد زي اللي يرقد ساعتين في اليوم يوم السبت يرقد تسع ساعات نوم الصحي ولا لا طبعا لا النوم اللي يطوف ما يتعوض هي والله اليوم ثاني صح أي تنظيم والطوس بكل ما أدريها والطوس أظن الطوس ما أعرف المهم بكل مكان بالسفرة المهم معناته رقد عدل ولا يأثر عليه واللي يرقد أربع ساعات تصبح ويكمل عدل ساعات النوم الظهر بعد قالت الدكتورة غرط طبعا الإجابات ناخذ على أربعة صفر صفر ستة فقط على السوشال ميديا يا جمعة الخير ما في إجابات طرشولنا على أربعة صفر صفر ستة هناك الإجابة الصحيحة مع الإسم الثلاثي على سؤال المسابق اللي يقول بسرعة سريع يقول ما هي مشاكل أكثر شيوعا مع الأسنان الأطفال رقم واحد تسوس رقم اثنين نزيف رقم ثلاثة الصبغات على أسطح الأسنان فاصلوا وراجعين صحة وسعادة صد الله وقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا طرحنا سؤال المسابقة لليوم الفائز فيها بيحصل على 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي وقلنا على الأسبوع القادم إن شاء الله ما نتصل فيكم واحد واحد ونخبركم كيف تستلمون هذه الجوائر دكتورة شو السؤال اليوم يقول سؤالنا ما هي المشاكل أكثر شيوعا مع أسنان أطفال رقم واحد تسوس رقم اثنين نزيف رقم ثلاثة صبغات على الأسنان طرح شو اللي جاب على أربعة صفر صفر ستة وموب على الإستجرام مع إسمانكم الثلاثية وبنسحب على نهاية الحلقة على خمسمائة درهم طيب الآن يعني دائما في كل بيت بتحصلين فيه أطفال ويسون على الفطور أول سؤال صايم من الغداء لنا الحين صايم من آخر ما سوت أم الجيك الفمتو لنا الحين لا اللي ضحكني عندي شاسمة بنت أخوي صايمة يا حليلة شو اسمها خلان تسوي التحية لهم شو سمها خلان تسوي التحية شو تبغيين في سمها حور حور يعقو حور أنا بعد عندي حور في البيت بنت أختي تحية الحوريات هيا فسايرا المدرسة الصفك الأفاطر اللي هو وحده هي وربيعتها بسكين زي فقامت جلست عندها وهناك البنات يغيظونها الصغارية ما شوفي ياسي ناكل وناكل وناكل يعني البيت تصيح نقول كلهم فاطري ليش أنا نصوم حرام زي فهذا موضوع اليوم أتكلم عنه مع الدكتورة أسمة جاسم استشاري أمراض الغدد الصما والسكر لدى الأطفال في مسيشة بي صبح شلط الخير دكتورة صبح منه بالسرور وأيضا معنا دكتورة فاطمة خروصي خصائية التغذية السريرية يا هلا فيك صبحكم الله بالخير والنور ونوروا الستوديو وحياكم الله الله يحب دكتورة أسمة أول شي يتحدث عن أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر وشو الفئة العمرية الأكثر إصابة بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة بالنسبة طبعا مرض السكري عند الأطفال الأكثر شيوعا هو النوع الأول طبعا السكر يعني فيه نواع عديدة ويمكن أكثرها شيوعا النوع الأول والنوع الثاني اللي يصقب الأطفال غالبيا أو ما يقولك اللي هو النوع الأول واللي سببه نقص الإنسولين لأن الإنسولين هو الهرمون الرئيسي اللي ينظم نسبة السكر في الدم والنوع الأول سببه نقص الإنسولين الحين ليش يكون نقص الإنسولين أو لماذا يصاب هذا في عدة عوامل ليش عامل واحد يعني ما فيه سبب رئيسي هناك عوامل بيئية هناك عوامل مناعية وهناك استعداد وراثي صحيح فمثلا العوامل البيئية لو تكلمنا عنها لاحظوا الدراسات للناس اللي أصيبوا فظلما بالنوع الأول كان عندهم أيضا نقص فيتامين دي ما كان عندهم مثلا رضاعة طبيعية كافية طبعا هذه يعني أسباب بس مش قوية الأقوى منها العوامل يمكن الاستعداد الوراثي والعوامل المناعية الاستعداد الوراثي نقول أنه النوع الأول هو مش مرض وراثي بس فيه استعداد وراثي ومعنى أن العوائل اللي عندهم مسكر عندهم جينات معينة تخلي الأشخاص اللي في هذه العائلة أكثر عرضة للإصابة فيه بس مش أكيد راح يصابون فيه إذا أكيد راح يصاب فيه يعتبر مرض وراثي لكن استعداد وراثي عنده قابلية أكثر من أي شخص آخر برع العائلة أنه يصاب بالسكر والعوامل المهم الثالث اللي هو العوامل البناعية أنه عندنا الجهاز المناعي في الجسم يبدأ لسبب ما يبدأ يهاجم خلايا الإنسولين الخلايا التي تفرز الإنسولين في البنكرياس خلايا بيتاسل وطبعا لما يبدأ يهاجمها فتبدأ الكمية الإنسولين تقل إلى ما أن تضمحل تماما وتموت الخلية فقط أنها الخلية التي تفرز الإنسولين ما تكون موجودة طبعا بس أريد أن أنوه على شيء واحد لأن معظم الميون الأحال يقولون ها دكتورة عني يعني البنكرياس ما يشتغل لا موش البنكرياس ما يشتغل البنكرياس عضو عنده مئات الوظائف واحدة منها إفراز الإنسولين وهو فقط هذه الوظيفة يعني اللي يتراحب لكن الوظائف الأخرى موجودة دمي أنا بقرأ بعض الرسائل لدكتورة ويمكن الناس تفاعلوا في موضوع النوم شوية معانا فيقول محمد البسك يقول حالي من حالك يستنظم ما شيء فائدة في حال يقول هني ولدي شاي لأكل وياكل ولما تسألها صايم يقول ايه صايم عمر سنة ونصف مسكين وصايم بالنية نزيل يقول كنت أفكر أصوم بنتي حور من الساعة أربع لين الفطور هل تعد هذه ساعات طويلة؟ عمرها 8 سنوات من الساعة أربع تقصد مين؟ الساعة أربع الحجر العصر العصر صوما أربع أو خلال تسوي ولا تأكل طبعا هو بالنسبة للأطفال أربع سنوات أربع سنوات يعني ثمان سنوات ثماني 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 هو شوف احنا نسميه مثل ما قالوا قبل الوليين صيام الأصافير يعني نعودهم تعويد طبعا تعويد ما يكون بالإكره تعويد على حسب الطفل والطفل يشجع سبحان الله إذا تشاف العائلة كلها كبار ولا صغار كلهم صيام في الحالة أنا أول شيء أبتدو إياها بالوقت اللي هي تقدر عليه في أطفال تدون بداية الصبح لحد الظهر بس شرط أن يكون ما عندهم مشاكل مرضية ما عندهم فقدان في الوزن ما عندهم مثلا طبيعة أكلهم يكون صحية مش انتقائيين يأكلون أكل معين وقليل من البروتين أو بعض المغضيات الأساسية مش موجودة هاي ممكن إحنا نخفف من موضوع عليهم الساعات أما إذا كانوا أطفال صحيين طبيعيين يتحركون نخليهم يأكلون عادة الفترة اللي هم يريدونها التعويد بس كل مرة شرط أن أنا أزيد ساعة والشيء الثاني ما حاولي أخلي الطفل يمارس أي نوع من الرياضات خلال هالفترة عشان ما يستويوا نوع من هبوط يقول بنت أخوي تقول التمر مفيد للصايمين وتاكلها كل شوي لأنها صايمة شعيب إن شاء الله بين الفاصل ما نجاوب على سؤالك كيف نعرف أن الطفل في سكر هذا سؤال يعني نحن حاطينه عندنا لكن سبحان الله سبقونة للمسترعين سبقونة سلامة بالنسبة للسكر طبعا السكر النوع الأول لا يمكن أن الأهل مثلا ما يعرفون أن الطفل عنده سكر يكتشف بسرعة لأن أعراض ارتفاع السكر عند الأطفال النوع الأول يصير عندهم الأطفال تبول كثير يصير عندهم عطش كثير الطفل اللي يكون خلاصة تعود أنه مثلا ما يلبس الحفاظة ومتعود أنه يكون ناشف في الليل يبدأ يصير عنده تبول ليلي لا إرادي طبعا ونشاطه يقل ووزنه يقل ممكن في بعض الأحيان تكون حتى شهيتهم زيادة على الأكل بس الوزن يقل هذه كلها علامات زيادة السكر وتخلي الأطفال من الأهالي يتوجهون إلى أقرب طبيب طبعا بالعكس غير عن النوع الثاني من السكر لما تكون الأعراض بسيطة فما يلاحظونها فممكن المريض المريض اللي في النوع الثاني أي أو أول مرة يشوف طبيب يكون أردي عنده مشاكل وايد أو عنده مضاعفات صائرة لكن عادة المريض النوع الأول اللي الواحد يقدر يكتشفه بوجود هذه الأعراض أنه يروح طبعا أي طبيب أطفال أو طوارئ بهذه الأعراض غالبا أن السكر رح يفحص فالأطفال اللي عندهم هذه المشاكل في خلال تقريبا نقول من أسابيع أو أيام أو أسابيع أنه ممكن ما تطور الفترة أكثر من أيام وأسابيع بهذه الأعراض ويكتشف أنه عند المرض ممكن بعد يكون في شغلة ثانية أن تلاحظ الأم أن الطفل عنده نقصان في الوزن وجفاف في الجلد هذا بعد سبب يخلي الأم تستغرب ليش طفلي أنا كان متعود أنه جسم طبيعي وكل شيء وفجأة يستوي عنده شحوب عنده نقصان في الوزن بالطريقة هذه وهذا بعد سبب مهم دائما الأمهات دائما أول شيء يقولون أو لاحظون أنه إحنا عيالنا لاحظنا عليهم النزل الأوزانة في هالفترة ممتاز إحنا بنطلع فاصة بس قبل الفاصل بنذكر بسؤال مسابقتنا ما هي المشاكل الأكثر شيوعا مع أسنان الأطفال الجواب الأول تسوس الأسنان الجواب الثاني نزيف الثلثة أم السؤال الصبغات على أسنوح الأسنان ترشون الأجوبة على 4006 مبعا للإستغرام مع اسماكم الثلاثية بنسحب على نهاية الحلقة رقم التواصل معنا إذا عندهم أي سؤال للطبال الموجودين معنا في الستوديو 600551414.4 وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مسمعي الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هي تصحة بدبي بتعاونوا عن مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المميزة دائما نذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن طبعا معنا في الستوديو من هو يعني اليوم دكتورة؟ معنا دكتورة اسمها جاسم استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال في مستشفى دبي ودكتورة فاطمة الخروصي أخصائية تغذية سريرية ونتكلم موضوعنا الأساسي عن السكر للأطفال والصيام طيب الحين بالنسبة للطفل اللي يعاني من السكر بتكلم عن الجانب التغذوي في هذا عند الطفل دكتورة فاطمة شو لازم الأهل يتعاملون مع هذا الطفل؟ هل يخلونا يصوم؟ ما يصوم؟ هل ممكن يصوم أصلا؟ ما أدري أو شو هو النظام الغذائي المناسب له في رمضان إذا كان بالإمكان أن يصوم؟ هو بالنسبة للأطفال السكر أو الأطفال اللي هم يعني يعني مثلاً حابين يصوم مع أهالي يمفضل أنه أول شيء قبل البدء أو قبل البداء أو ببتداء رمضان يعني يتابعون أي من العيادات اللي هي عيادة تغذية مع عيادة الدكتور نفسه اللي هو دائما يتابع عند الطفل هذا يروح عنده بحيث أن يحدد الجرعات عدد الجرعات الدكتور وخصائي التغذية يشرح للأم والأهل بشكل عام خاصة عائلك مع الطفل بطبيعة للصيام ممكن يكون الطفل يتعرض لهبوطات بس هاي الهبوطات هل كانت قبل رمضان عنده هالهبوطات يفضلن الطفل طبعاً ما يصوم فيها لازم يكون الطفل منتظم في وجبات الرئيسية تكون وجباته اللي هي متوازنة متكاملة صحياً تناسب نموه العقلي والجسماني والصحي والنفسي الشي الثاني يكون الطفل خصائي التغذية يحدد لكميات الكربوهيدرات المفروض يحتاجها الطفل بناء على الجرعات اللي هو ياخذها يعطى بعض المصايح والإرشادات للطفل هذه الخطوات تستوي قبل رمضان يتهيئ الطفل إذا كان فعلاً ويكون بعد ما التعامل مع تيم العمل اللي هو في مستشفى دبي خصائي الدكتورة أسمى ومع الممرضات بحيث أن يحددون الجرعات والكميات وهل هذا الطفل يناسب هذا الشيء ولا لا يفضل يكون بعد معدل تراكمي للسكر في المستوى الطبيعي وأنه يعتمد أيضاً على اللي هو بالنسبة للوجبات هل هي ياخذها بانتظام ولا لا والشيء الثاني أنه ما عنده مضاعفات الهبوطات قبل الصيام في حال الطفل أصر والأم حاب أنه تبتدي وياه الصيام نحن نقول له ممكن تعدل أول شيء الجرعات بحيث أنه تكون في المستوى الطبيعي الشيء الثاني تحاول أنه نحدد للوجبات والكربوهيدرات المفروض يحتاج الطفل في كل وجبة خاصة السحور والفطور والوجبة اللي هي تكون بين السحور والفطور كذلك بالنسبة للطفل حاولون أن يحوصون السكر قبل السحور بساعتين وفحص السكر بعد الفطور بعد بساعة نفس الشيء بالنسبة للسحور ويشوفون احتمالية أن أصابة الأطفال بالهبوطات خلال فترة الصيام تكون من الظهر اللي أنا العاصر قبل المغارب فهالفترة لازم تكون أم حريصة على أنه تكون ما عنده هذا الطفل أي نوع من الهبوطات اللي يتأثر عليه بحيث أنه إذا في حال شافت أنه عنده أي نوع من الهبوط توقف الصيام على طوح تخليه يفطر دكتور عثمها يبني أن السؤال أنه متى المريض الصايم لازم ينهي صيامه ويفطر في رمضان نعم طبعا مثل ما قالت خطفات ما أنه لازم متابعة نسبة السكر خلال فترة الفحص أنا بس حبيت أن نبه أنه دائما لما الأطفال اللي يحبون يصومون الشيء هذا ما يبدأ من فترة الصيام نحن دائما نهيئ الأهل قبل فترة الصيام يعني على الأقل قبلها يعني يمكن ست أسابيع إلى شهرين إذا هو حاب يصوم فالنبهة أن الأطفال اللي يحابين يصومون إذا هذا شو الأشياء المفروضة تتبعونها عشان يكون صيامهم سليم وآمن فطبعا نراجع معهم إذا كان عندهم مشاكل مضاعفات من السكر طبعا هذا ما بيكون يعني زين حقهم أنهم يصومون لكن إذا من تضمين على العلاج إذا سكرهم التراقمي ممتاز الثلاث شهور الأخيرة قبل أن يصومون وطبعا نحن نحدد لهم الجرعة فنيرس مع الفريخ كله مع الأهل ونحدد جرعات الإنسولين اللي مفروض يأخذها إحنا عادة اللي نسوي أن الجرعة الإنسولين اللي هي سريعة المفعول عادة ما تتغير لأنها تأخذ وقت الوجبة واللي هي بيأخذها على الفطورة على السحور لكن الوجبة الطويلة الأمد أو اللي نسمي القاعدة هذه تتغير نبدأ بجرعة أقل يعني نبدأ بعشرين بالمئة أقل من الجرعة الأيام العادية ويأخذها الطفل عند الفطور وبعدين شسمة ونخلي الأهل يراقبون طبعا مستوى السكر خلال اليوم كل ثلاث أربع ساعات وأكثر إذا استدعى الأمر طبعا إذا صار في أي وقت السكر نزل مثلا تحت السبعين هذا يعتبر هبوط أنا دائما نقول لهم حتى لو نزل خمس دقايق قبل أذان المغرب لازم تفتر لأن أهمية الحين تعرض نفسك إلى التهلكة فإذا كان السكر في مستوى طبيعي نزيل لكن إذا كان السكر بين السبعين والتسعين يعني في هذه الحدود مفروض أنه يشيك مثلا كل ربع ساعة كل ثلث ساعة إذا بدأ ينزل وفعلا ينزل فمفروض أنه خلاص ينفي صيامة يقول هل التهاب الغدد اللنفاوية عند الأطفال تؤثر على الكبد وتسبب التضخم وهل هذا الوضع خطير؟ طبعا التهاب الغدد اللنفاوية الغدد اللنفاوية موجودة في جسمنا كله فيمكن يقصدون الأكثر التهاب الغدد اللنفاوية يعني إذا أنا أفهم من السؤال اللي هي الموجودة في العنق فطبعا أي التهاب في المجاري التنفسية العليا سواء في اللوز في الإذن وهذا بيسوي انتفاق في هذا الغدد وانتفاق يعني مؤقت من وجود بعد ما يروح الالتهاب يروح لكن الحين إذا كان عنده تضخم في الكبد قد يكون أمراض أخرى يعني مش أن أمراض البسيطة العادية مثل نتكلم عنها الكحة أو الزكامة لأن هذه عادة ما تؤدي إلى تضخم الكبد إلا في أمراض أو حالات نادرة صحي في سؤال عندنا مستمع سليمان يسأل السلام عليكم وبركة عليكم وشارعنا وعليك بغيت أسأل ما هو المعدل الطبيعي للنسبة السكر في الدم لدى الأطفال من خمس سنوات إلى ثمان سنوات المعدل الطبيعي للسكر المعدل السكر الطبيعي طبعا معدل السكر الطبيعي للطفل هو نفس المعدل الكبير يعني إحنا نقول مثلا الطبيعي مفروض يكون بين السبعين والمئة وثلاثين في هذا القلال وصايم وأقل من مثلا 180 بعد فترة الأكل بعد ساعتين بعد الأكل طيب سؤال شيء جهاز اللي ينحط في اليد أظن حق مرضى السكري هل هذا الجهاز يفي بالغرض عن الإبر؟ طبعا هذا الجهاز عساس النوة أنه ما يقيس نسبة السكر في الدم إحنا لما نتكلم عن الجهاز العادي اللي هي الأجهزة الموجودة في البيوت اللي تقيس السكر في الدم هذا يقيسه تحت الجلد فالوسط غير إحنا ما يعني هذا في التحت فطبعا اللي يستوي تحت الجلد يعني مثلا السكر لما يكون عالي في الجسم بعدين في الدم بعدين ينتقل إلى تحت الجلد ففي مثلا فترة لاك في فترة زمنية مفقودة صحيح أوكي فبالتالي هو مثلا نقول أنه إحنا إذا كان السكر في الجسم طبيعي ومستوى أوكي القراءات غالبا نقدر نعتمد عليها لكن في حدود إذا فيه هبوط أو فيه ارتفاعات سكر لازم يشيك عن طريق الدم يتأكد يعني إحنا دائما ننبه المرضى إذا إحتاج الأمر تدخل يعني لنا تحت السبعين هبوط مثلا يحتاج تدخل إنه بعالج لازم يعطي سكر زيادة ويعطي عصير ويعطيها وإذا كان مثلا فوق الميتين وخمسين ثلاثمية لازم يشيك الكيتون إذا فيه أي تدخل بإنسولين لازم يشيك عن طريق الدم إحني يسر كيف أعرف إنه صار هبوط أو ارتفاع في السكر يعني هل هي الأعراض نفسها؟ الأعراض الهبوط طبعا هي دائما نحن نقول الأعراض الهبوط وهي مو أعراض عامة ما في يعني مرأة تشخيص أو عراض معين يقولك خلاص 100% هذا عنده هبوط صحيح بصفة عامة أعراض الهبوط الشعور بالتعب بالإرهاق آلام بالبطن بالتعرق ضربات القلب السريعة هذه تكون الأعراض الهبوط أعراض الارتفاع تكون لا يعني ما بنفس الشيء فيه ارتفاع في البطن ممكن يكون فيه استفراغ الرجفة بعد نعم ممكن الرجفة فهو يعتمد يعني هي يعتمد وطب عادة الأطفال المعينين أو الأشخاص تصير عندهم عادات معينة يعني فيه هذا مثلا يصاب بنوعين أو ثلاثة بس من هالأعراض ما تصيب فيه يعني العلاض الثانية ما تستوي له بس إحنا بعد ما يعني إحنا نشوف الأعراض ونشوف نسبة السكر ممكن في الدم دكتورة في سؤال يقول هاي انتقل السكري بالوراث من والدين الأبناء ها جوابنا عليه بس منه أكثر من الأب والمن الأم ينتقل من الأب من الأب من الأب يعني إذا الأب عنده إذا الأب هذه دراسات هذه دراسات هذه مباشرة يعني أعلى من إذا كانت الأم مصابة بالنوع الأول طبعا إذا الأم والأب مصابين طبعا للسهدزي السؤال الأب من وين يا السكري من أبوه ها هو نفس من وين يا مو من الحرمته من أبوه داخل أول دكتورة هني كنا نتكلم نحن عن الأعراض الخاصة بالأطفال فيه من يعني شو نسوي نحن إذا شفنا طفل يعني يتنوبة السكري هذي أنا اللي يشوفه يعني كذا كذا موقف صار أنه كانوا يعطونا تشوكلة ولا يعطونا شي معين شو المفروض يسوون يعتمد على القراءة للسكر إذا كانت الأم فحصت السكر وشافت أقل عن السبعين خمسية ستين هذا طبعا تحاول الأم أن تعطيه بالنسبة للأطعمة أو الأشياء سواء المحلة مثل العسل التمر الأشياء عشان ترفع السكر أما إذا كان السبعين ثمانين يعني في حدود أن بداية الهبوط هنا ما اللي داعي أن تعطيه التمر أو تعطيه العصائر اللي بسرعة ترفع السكر لأنه ما يترفع السكر بدرجة عالية تحاول تعطي أي وجبة خفيفة تحتوي على خمسة عشر قرام طبعا هاي نحن نفهم الأم في العيادة كيف شو الأنواع الوجبات اللي تعطيها في هالفترة وشو الفترة اللي تعطيها قبل إذا كان هبوط حاد إذا كان هبوط عادي تعطيه وجبة قيمتها الغذائية أو نتبه الكربوهيدرات فيها تقريبا خمسة عشر قرام مع أي نوع من المتابعة كل ربع ساعة تحاول تقيس السكر وشوف هل هو ارتفع ولا لا نفس الشيء بالنسبة لك كان الهبوط أقل عن الستين أو الخمسين هاي معنات هبوط حاد تحاول ترفعه من نوع من العصائر أو تمر أو أي نوع اللي هو سريع المفعول في هالفترة نسين كاتبيني يخلك محايد أستاذ محمود إن شاء الله لأن الأكثرية حريفة السيديوية محمود لازم يقولون الأب أخبركم عن دراسة ثانية يا عيل في دراسة تقول أن الذكاء عند الطفل ينتقل من الأم إلى الطفل أنا ما عندي مشكلة في هاي الدراسات بس السؤال من هو اللي يسوي هاي الدراسات ريال ريال حري ريال تذكره دراساتنا كل يوم تلاقي كل اسمات ذكاتها ريال ما في حرمة زين عشان مسمى يعني عشان يمكن سانسة حمود إن الأم المصابة بالنوع الثاني من السكر فترة الحمل بس عشان أقول الجنين اللي بتولده بيكون أكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الثاني في المستقبل يعني متوازني متوازني هل طريقة تأخذ الإنسلين عند الأطفال يختلف باختلاف نوعه مثل بالإبرة وبالحبوب في عنا مكالمة طيب من أخذ هذه المكالمة ومداخلة من بوشاهد ومنذكر بسؤال المسابقة لأباجي عليها خمس دقائق وأيضا من جاوب على هذا السؤال مرحبا بوشاهد اختصر بارك الله في صباحكم الله بالنور السرور صباحك الله بالنور السرور الله يحفظكم أنا في عندي بتامي صغيرة عمره تسع سنين وصار فيها سكري طبعا ما عم تلتزم بالأكل والسكر بيظل مرتفع عندها أي نوع نوع السكر 400 300 النوع الأول النوع الأول نعم وهي دخلت طبعا يوم صار معها السكري طبعا ظلت يعني هي كان حلقة بيوجعها وطبعا تشرب مي كتير وأهلا ما حس عليها إلا يوم خلاص طاحت ودوها مستشفى لطيفة ودخلت للمستشفى تقريبا أسبوع بالعناية المركزة بعدين طلعت بعدين حين ما تلتزم بالأكل خالص والسكر بيظل عندها مرتفع شو يسوي بالحالة؟ أحيانا بتسمع الدكتور تسمع جواب تسلم يا أبو شهد جزاكم الله حير أحيك الله أبو شهد حضرتك جاوبت على السؤال أصلا يعني أنه ما تلتزم السكر مثل أي مرض ثاني ما هو لازم التزام إحنا إذا ما نأخذ العلاج أو ما نلتزم بالهذا ما نقدر نقول أنه مثلا مثلا الضغط ما ينزل طب إذا أنت ما تأخذ الدواء وتظلت أكل الأكلات اللي فيها مثلا نسبة الأملاح وشاء عالية فأكيد الضغط مثلا ونفس الشي السكر السكر يعني مرض السكر يحتاج أنه أسلوب حياة معين يعني أسلوب حياة وهو أسلوب حياة صحي مبلئ أن الطفل عنده النوع الأول لا هذا مفروض يكون أسلوب الحياة لكل جميع أفراد العائلة جسمنا يفرز الإنسولين وقت الأكل طبعا إحنا دائما عندنا إنسولين موجود في جسمنا حتى لما نكون صايمين بس في فترات بس كميات بسيطة جدا ويفرز كميات أكثر وقت الأكل طبعا إذا بتأكل وما بتأخذ إنسولين السكر بيرتفع وإذا بتأخذ إنسولين وما بتأكل السكر بينزل فهذا طبعا لا يمكن يؤدي إلى أن يعني أن الكنترول يكون أوكي فأهم عامل في عوامل الإلتزام أو عوامل النجاح معالجة مريض السكر أن مبدئيا لإلتزام بالأكل بموعيد الأكل وبجرعات الإنسولين طبعا أنا أدري أن ساعات الأمر يكون صعب لأن الطفل فعشان شديد نقول إحنا لازم أن العائلة كلها تتعاون يعني مش صحي يختلف باختلاف نوعة مثل الإبراء أو الحبوب؟ النوع الأول ما يتعالج إلا بالإنسولين النوع الأول سكر الأطفال اللي عادة نقول اللي هو سكر النوع الأول علاجة فقط للوقت الحالي فقط بالإنسولين طيب هذا السؤال الحق تشنتي دكتور يقول السلام عليكم ورحمة الله بارك عليكم وشأنه عاني من الكحة يكاد بل قحة زي من الكحة هلكت من الدولي درجة متلعوزة عاني ألم في ضروعي وخسري أولا الكحة عرض لا يمكن السكاء السكوت عنه يعني ما في شيء اسم كحة تم عندي شهور وأنا أسكت عنها وأقول ما علي كحة عادية لا في تاريخ مرضي ويطويل هل عندك حساسية ولا لا هل في حرارة هل في اخدام في الوزن هل في تعرق في الليل هل في سفر سفرتي مكان معين هل انتي أصلا عندك حساسية من شيء معين هل يبتي حيواني ديد انتقلتي مكاني ديد وايت في أسئلة شو غزة يعني بتي حيواني ديد يعني في ناس مثلا يابقوا مثلا الأرنب أو بغبغاء في البيت وقلك والله لا ما عندي حيوان بس عندي أرنب الأرنب هي اعتبرون الناس حيواني اعتبرونها كيوت يعني وحتى الببغاء بس ترى الأرنب والطيور تسوي حساسية فضيعة الريش الصغير مالهم ما نشوفها ولكن يواجه حساسية اختيت تعالي العيادة خلي نسويش تحليل نشوف الكحة من متى عندك ونسويش تحليل دم وألف سلام عليك أهم شيء بغبغ بغ بغبغ بغلت تكون اسم المحلي عقبقت ما يفع ايه ازي قياس السكر بعد الفطور بساعتين صح هذا شلون ممكن أعرف كأم لطفل عنده سكر نيايين هبوط أو ارتفاع مثلا لو صار دوخة أو ترجيع هل قبل نفكر في إصابة في إصابة الفيروس مثلا أسوي لفحص السكر المنزلي مثلا قياس السكر هذه لا هاي وحدة ثانية هل كثرة أكل الحيويات يزيد من إصابة الطفل بالسكري ها فاطمة بالنسبة طبعا الزيادة في السكر إذا كان الطفل صايم أو أن مثلا خذ وجبة الرئيسية سواء الفطور أو أي وجبة رئيسية خذاها بالكمية اللي حددت لها خصائي التغذية شو يصير أن بعد ساعة تلقى الطفل بعد مرة ثانية يبتدي يأكل شيء أشياء بسيطة مثل شوكولت مثل نوع من أي نوع من الأطعمة متكررة يعني وجبات بعد متكررة بعد الوجبة الرئيسية هاي شيء طبيعي أنه كل ما قثر من هاي الوجبات المتكررة بعد الوجبة الرئيسية كل ما زاد عنده ارتفاع السكر وزيادة الوزن فعشان تشيد تحديد الوجبات وايد مهمة مثل ما قالت دكتورة أسبة الوجبات الرئيسية وبين الوجبات طبعا الطفل أصلا على الوزن على نوع أو جنس الطفل يعتمد على نشاط الحركي للطفل وأيضا نعتمد على الجرعات اللي ياخذها الطفل هاي كلها أساسية من خصائي التغذية يعرفها أول شيء من الأطفال ومن ناحية المرض أو الجرعات عشان يحدد له كم والكميات اللي ياخذها في الكربوهايدرات ومن ناحية الوقت طم عند الوجبات والوجبات الخفيفة بين هاي الوجبات ممتاز طيب نحن كل شيء نحطه على الظروف طبعا صار في ما بين الرجل والمرأة والعنصرية وما ندري كذا فيا جماعة الخير ما علي يعني كل ين يكمل الثاني ها دكتورة صحيح نحن نصج ليش ما تيبون دكاترة كل دكتورات يعني لا يبنى ما شاء الله صابري أنا بس أعطيك حينة من الآخر سبعين لثمانين باللمية من اللي موجودين عندنا في هيئة الصحة بدبي هم من العنصر النسائي وأيضا نحن في حكومة الإمارات نطمح أن يكونون كم خمسين ولا سبعين بالمئة تسعين بالمئة لا فضفوك يا محمود شيء غبار عندنا في سعودية كذا كذا دكتورة إذا كان لابد الطفل يأكل حيويات في منتجات مخصصة لمرضى السكر يمكن يأخذونها بس هل تنصحون في أنتو كاديكاترا لا ليش لا ما ينصحون أول شيء ما في شيء اسمه أكل سكر يعني في الأطفال نحن نقول في اسمه أكل صحي له أكلنا العادي بس بطريقة صحية مبدأ أن أكل السكر هذا يعني المسمى هذا مفروض يروحي في الجمعيات بس موجود أرفف لمرضى السكر مكتوب عليه نعم بالعكس يعني الأفضل أن السكريات هذه المحلة تخلي الواحد بعدما تعود على الطعم الحالي الوايد هو الهدف أن تخلي الإنسان مفروض أن يتعود على السلوب الصحي أنه يأكل السكريات البسيطة بكميات أقل فبالتالي ما نشجع عليه أن يأخذ مثلا من هذه السكريات بكميات بسيطة ويفضل أن يأخذ السكريات على أنها تكون سكريات معقدة عساسا أنها تكون سهلة الهضم وما ترفع نسبة الإنسولين للنسبة عالية فهذا اللي نحب له طبعا هي موجودة في الجمعيات هذه ما نقول أنها ممنوعة لكن غير محبدة وخاصة في الأطفال الصغار طيب برنامجكم مفيدة بطريقة حلوة بالسوال في الضحك شكرا في الذكاء تروجه وقال بما أن هي تورث الذكاء فإذن بطبيعة الحابة تورث الغضاء للطفل بعد عموما كم يعني في اليوم يحتاج الإنسان للسكر بنجاوب على هذا السؤال بس دكتورة خلينا نعلن اسم الفايز أول شي يقول لنا الإجابة والسؤال الصحيحة للسؤال ما هي مشاكل أكثر شيوعا مع أسنان أطفال جواب الأول تسوس الأسنان فازت معنا وفاء محمد الموسوي ألف مبروك متواصل ببيات شالس بوعدها عشان فيزي بخمسمائة درهم كم يعني في اليوم يحتاج الإنسان للسكر نسبة يعني السكريات طبعا نسبة السكريات تعتمد على عمر الطفل يعني في نص السعرات الحرارية اللي ياخذها الطفل مثلا نقول الطفل مثلا عمره خمس سنين مثلا تقريبا السعرات الحرارية اللي ياخذها بحدود 1400 1500 سعر حراري يعتمد على وزنه طبعا الخصائي التغذي تأخذ السعرات الحرارية اللي يحتاجها بناء على وزن الطفل وجنسه فبالتالي إذا فلنفرض ضدنا الطفل خد تقريبا 1800 سعر حراري هل 1800 سعر حراري أنا لازم أطلع منها 50% قيمة الكربوهيدرات المفروض ياخذها لأنها هاي الكربوهيدرات اللي شغال عليها تقريبا الأنسلين وبالتالي إذا خذت 50% تقريبا 99 حراري نص 1800 مثلا 99 حراري أخذ منها نسبة 50% هذه بتكون تقريبا في حدود 25 250 من الكربوهيدرات تتقسم على الوجبات الرئيسية لا والله بالعكس في أمهات ما شاء الله عليهم يعني همنا في عيادة التغذية ويا الدكتور رحنا نكون في تيم واحد يحفظون هالأشياء ونعلمهم عليها من أول جلسة جميل لحل الوقت ادركنا زين عيسى إذا بتعطيني بس دقيقة بأخذ نص دقيقة ما شيء يقول لك لا 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 زين يلا عاد شكرا لكم دكاترة الدكتورة أسمة جاسم استشاري أمراض الغدد الصمو والسكر لدي الأطفال شكرين لك وجودك معنا دكتورة فاطمة مشكورة فاطمة الخروص في صاية التغذية السريرية كنت بأسألت عن التغذية ما بين الرجل الكبار والصغر هلا إن شاء الله إن شاء الله يقول لك بسرعة مشكورة شكرا لك محمود شكرا لك وأيضا شكرا لك عيسى سبيل لا تبرج بعينك شذا زيغنا ونحن صايمين وشكرا لك يا ميرا لغفلي وإذن الثاني يوم تكونين معانا في البرنامج مشكورة يا ميرا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي شكرا لك ندى الملة شكرا وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي